أما في روسيا فقد اقتلف الرئيس الروسي بلدامير بوتن توسيع نطاق إجراء الاقتبارات للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس مشاهدين للاطلاع أكثر على تطورات كورونا في روسيا ينضم إلينا مباشرة مرسلنا من العاصمة الروسية موسكو محمد حسن بداية محمد صباح الخير صباح النوري أعلى أهلا وسهلا إذن الرئيس الروسي ربط نسبة الإصابات التي تسجلها روسيا يوميا وهي عشرة ألاف إصابة بزيادة عدد الاختبارات يوميا بداية محمد الرقم هل هو دقيق بالنسبة لتعداد السكان ولنسب الوفيات التي تسجلها موسكو بهذه الأيام هذه الأرقام التي تسجل نحو من عشرة ألاف إلى إلى عشر ألف إصابة منذ أسبوعين في هذا المتوسط كذلك أعداد الوفيات وأعداد المتعافين أو الذين تماثلوا للشفاء من هذا المرض هي موضوع جدل من اليوم الأول وحتى اليوم وليس فقط في روسيا وإنما في جميع الحال العالم هناك إشارات استفهام حول آلية التعداد هناك إشارات استفهام حول من تشملهم الإصابات بكوفيد أو من لا يعتبرونهم كوفيد 19 وغيرها من الأسئلة التي تضع إشارة استفهام أو تجعل من موضوع الأسئلة موضوع جدل كبير ولكن الأحصاءات الرسمية التي نعتمد عليها هي التي موجودة ولا توجد أي جهة أخرى يمكن أن تزودنا بمعلومات من داخل روسيا إلا السلطات الصحية الروسية وإذا نظرنا إليها فهي بين العشرة ألاف إلى أحد عشر ألف إصابة في هذه الحدود تتراوح منذ إسبوعين أي أننا نشهد نوع من الوصول إلى الذروة أو قد تزداد فيما بعد فيما يخص أعداد المتماثلين للشفاء فقد قفزت من ألفين إلى أربعة ألاف خمسة ألاف خلال متوسط السبع أيام الأخيرة وهو مؤشر إيجابي أما عدد الوفيات وهو أيضا يطرح عليه سؤال كبير لأنه منخفض بشكل كبير عن سائر أرجاء لم تتجاوز أعداد الوفيات المائة وعشر وفاة في اليوم الواحد خلال طول فترة انتشار فيروس كورونا في روسيا مائة وفاة مقابل عشرة ألاف إصابة فهذا المؤشر إن صح فعلا فهو كبير للغاية فيما يخص المنددين أو المنتقدين لهذا الرقام فيعتبرون أن العدد يقولون أن هناك وفيات كثيرة تسجل لأنها التهاب بالرئة ولكنها ليست كورونا وعليه فقد يكون العدد أكبر بكثير فعلا ويقولون أن الإصابات هناك العدد أكبر بكثير من عشرة آلاف ولكن الفحوصات لا تشملهم رغم أن روسيا تقوم بإجراء أكثر من مائتي ألف فحص يوميا ولكن إذا نظرنا إلى روسيا التي تنتد من حدود بولونيا غربا وإلى حدود اليابان شرقا ومساحة مترامية الأطراف وشاسعة جدا ربما يكون مائتي وخمسة وعشرين ألف فحص ليس كافيا وعليه كلف الرئيس الروسي بإجراء المزيد من الفحوصات كي يتم الكشف عن حالات إضافية هكذا يبدو المشهد بالنسبة للأرقام وطبعا دائما هو موضوع جدل بين من يصدق بهذه الأرقام ويؤمن بها ويستند إليها ومن يعتبرها خاطئة أو لا تظهر الوضع كما هو فعلا وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي دائما يصعب أن تقوم السلطات بإغفاء عدد الوفيات بشكل كبير ولكن هذا طبعا ممكن الأحصائيات دائما كانت محل جدل في روسيا وفي كل دول العالم كما ذكرتم للطو محمد أنه بالنسبة لنسبة الوفيات الأطباء الروسية تسألون إن كان مريض كوفيد 19 ماذا بسبب أزمة قلبية هل يعتبر مات بالفيروس أو بسبب مضاعفات قلبية أخرى إذن صحية ألمت بمريض كوفيد 19 محمد انتلاقا من ذلك يعني كما نرى بالصور التي تريدون من خلفكم العاصمة الروسية حركة سيلة بأس بها هذا مع القرار الذي أقره الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بأن ملايين العمال عادوا إلى المصانع ومواقع في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الاثنين وانتهت أقفال العام لمدة ستة أسابيع الذي أقره الرئيس الروسي لاحتواء وباء كورونا هل الخطوة أتت اعتمادا على الأرقام الطبية أو الأرقام الاقتصادية بالنسبة للبلاد طبعا هي بالدرجة الأولى حسب الكثير من المتابعين بسبب الضغوطات الاقتصادية وحتى موضوع رفع أو تفكيك الحجر هو موضوع جدلي هنا في روسيا سمح الرئيس بفتح مجال البناء وبعض المجالات المرتبطة بالصناعة ولكن فيما يخص محلات صالونات التجميل والحلاقة وغيرها والمقاهي والمطاعم كلها مغلقة مع استمرار نظام التصريح للخروج من المنزل أي من لا يعمل في أي مصنع أو في أي ورشة بناء فلا يسمح له الخروج حتى الواحد والثلاثين من الشهر الجاري حتى نهاية هذا الشهر بالإضافة إلى ذلك يمنع ملعا باتا كل من هو أكبر من 65 عام من الخروج من المنزل لذلك هناك جدل حتى في الشارع الروسي هل رفع الحجر الصحي أم هو مستمر وبغض النظر طبعا هناك نوع من الملل أو ربما الضغط الاقتصادي الذي طغى على الخوف الناتج من فيروس كورونا وهناك نوع من الإيمان بمناعة القطيع لدى المواطن الروسي ونوع من الإيمان بأطبائه لأنه ربما قد آمن أيضا بالأرقام المتدنية للوفيات واعتبر أن الأطباء الروس لا يتفاجأون بعد اليوم بمريض وصل إليهم مصاب بفيروس كورونا كما كانوا يتفاجأون قبل ستة أسابيع وهو يؤمن بأن ليس كل من يصاب بفيروس كورونا قد يموت لذلك يخرجون ويتابعون ويبحثون عن أرزاقهم على خلفية الضرر الاقتصادي الشديد الذي ولده هذا الحجر الصحي والذي حتى مع خروج العالم من بيوتها عدد كبير من البطالة التي تبحث عن مصدر رزق لها بسبب إغلاق عدد كبير من المجالات وتراجعها اقتصادية نعم ولننسى هنا الخلاف الروسي السعودي حول عائدات النفط والانهيار الكبير الذي تسجله أسعار النفط عالميا والذي ينعكس سلبا بطبيعة الحال على الاقتصاد الروسي محمد يعني الأرقام التي ذكرتمها للتوهل تضحط فرضية أن روسيا قد تتحول إلى مركز الوباء التالي بعد الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى أعداد الإصابات هي قريبة حسب الكثير من المصادر لأن تكون في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى عدد الوفيات فهي بعيدة كل البعد عن الولايات المتحدة ولكن كما ذكرنا في بداية هذه المداخلة هذا موضوع الأرقام يبقى موضوع جدلي صعب جدا أتأكد منه على أرض الواقع ولكن الفيروس ماذا ينتشر وحسب السلطات الروسية نفسها وقد أصيب فيها المتحدث باسم الكريملين ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين والوزراء الروس وكثيرين في البرلمان الروسي أن الفيروس موجود في روسيا وسيبقى وبعد رفع فترة الحجر لن يزول الفيروس لذلك على المواطن الروسي التعايش والتكيف والحياة بنمط جديد الحياة مع فيروس كورونا بقفازات بكمامات التي أصبحت مفروضة على المواطن الروسي عند دخوله المواصلات والمتاجر المتاجر البقالة المقصود بها لأن مراكز الأسواق مغلقة ما زالت حتى الآن ولكن هذا الفيروس موجود وعلى المواطن الروسي أن يتعايش معه لذلك شهدنا في الأسبوع الأخير حركة غير معتادة أو مختلفة تماما عن فترة الحجر الصحي الذي التزم بها المواطن الروسي نوعا ما مقارنة بالدول الأخرى كان مفروضا عليه الخروج من المنزل حتى الآن يحتاج إلى تصريح إلكترونية وتمنح مرتين فقط لكل شخص في الأسبوع لذلك الفيروس باقي والمواطن الروسي متعايش معه لا مفر من ذلك تحت وطأ الضغوط الاقتصادية على كل محمد أرقام الإصابات ستكون هي الفيصل بالنسبة لإحتواء أو تفشي هذا الوباء على الأراضي الروسية بالأيام القادمة محمد حسن مرسلنا بالعاصمة الروسية موسكو شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر